موسيقى أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير من تلفزيون جمهورية صمال الله نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم وأبرز العنوين رئيس الجمهورية ومشاركته في تشهير جثمان المرحوم عباس إدرس وزير وزارة العادل والجهاز القضاء وافتتاحه لدورة تدريبية حزب كل مئة الحاكم يصدر اليوم بيانا صحفيا أعزائي المشاهدين كانت هذه أبرز عناويننا وإليكم الآن النشرة بالتفصيل موسيقى شارك اليوم فخامة رئيس الجمهورية أحمد محمد محمود آدم وبرفقته عدد كبير من أعضاء المجلس الوزاري صلاطين وعقلاء شاركوا في مراسيم تشهير جثمان المرحوم عباس إدرس إلى مثواه الأخير في مقابر المصلى بالعاصمة هرقيسة شارك اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم وبرفقته كل من وزير وزارة القصر الرئاسي معالي محمود حاشي عبدي ونائب رئيس الجمهورية السابق السيد عبد الرحمن أو علي والسيدة أدنى آدم إسماعيل وعدد كبير من الوزراء والشيوخ والسلاطين إضافة إلى وفد الإنجليزي وأهالي ودو المغفور له بإذن الله المرحوم عباس إدرس الذي تم تشيع جثمانه في العاصمة هرقيسة حيث وافته المنية يوم أمس في العاصمة وفي كلمة للرئيس الجمهورية أشار إلى التاريخ الطويل الذي لعبه المرحوم في استقرار وأمن صوماليلاند والمجهودات التي بدلها لقيام دولة صوماليلاند كما تحدثت إحدى سيدات الوفد البريطاني أشارت من خلالها إلى أن المرحوم قدم إلى صوماليلاند منذ عام 1948 بصفته جنديا بريطانيا حيث تسلسل في عدد من المناصب منها على سبيل المثال قنصر دبلوماسي وكيل بريطانيا واعتنق الإسلام في عام 2009 كما تحدث بكلمة وزير القصر الرئاسي بجمهورية صوماليلاند أشار من خلال حديثي إلى الدور الذي لعبه المرحوم من أجل حفظ النزاعات حول الأراضي الزراعية خاصة في إقليم قبيلي حيث قام بتقسيم الأراضي الزراعية بصورة عصرية لتفادي النزاعات هذا وتحدث بكلمة نائب الرئيس السابق أشاد بمجهودات التي بدلها المرحوم أدعو الله القدير بأن يتغمد الفقير بواسع رحمته وينهم أهله وذويه الصبر والسلوال معازلين أيضا شعبين وحكومتين المملكة المتحدة وجمهورية صوماليلاند وإنا لله وإنا إليه راجعون صرح اليوم أمين عام مجلس الشيوخ بجمهورية صوماليلاند سعادة سليمان محمود أدم من خلال مقابلة صحفية لوسائل الإعلام صرح من خلاله أنه لا تأخر في موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في البلاد صرح اليوم أمين عام مجلس الشيوخ بجمهورية صوماليلاند سعادة سليمان محمود أدم من خلال مقابلة صحفية لوسائل الإعلام صرح من خلاله أنه لا تأخر في انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال العام القادم هذا كما أشار مكذبا للأنباء التي تناولتها مؤخرا بعد الصحف الخاصة والتي مفادها تأجيل انعقاد الانتخابات مشيرا إلى أن هذه الأنباء لا صحة لها كما ناشد مروجي هذه الأكاديم بتوخي الحذر وعدم إشاعة الفتنة بين صفوف المواطنين لما لها من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في صوماليلاند مشيرا أنه لا تأجيل في انعقاد الانتخابات التي مقرر انعقادها سابقا هذا وناشد مواطني إقليم السناد بضرورة تدوين أسمائهم واستخراج البطاقات لمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الممقرر انعقادها في صوماليلاند في العام القادم أصدر اليوم حزب كلمية الحاكم بيانا صحفيا أعلن من خلاله عن الموعد المحدد لانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في البلاد أصدر حزب كلمية الحاكم بيانا صحفيا أعلن من خلاله عن الموعد المحدد لانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مشيرا من خلال هذا البيان أن لا تغير في موعد انعقاد هذه الانتخابات كما تم الاتفاق عليه فيما بين الرئيس الجمهورية صوماليلاند فخامد أحمد محمد محمود أدم والمرشح الرسمي لرئاسة الجمهورية سعادة موسى بيح عبدي إضافة إلى الاتفاق مع كافة الهيئات الحكومية حول الموحد المحدد لانعقاد هذه الانتخابات الرئاسية لا سيما أن هناك نقاش حول كيفية اختيار مرشحي أعضاء مجلس البرلمان هذا كما أشار البيان أنه من خلال بعض الوسائل الإعلان قد أعلنوا عن تأجيل موعد المحدد لانعقاد الانتخابات إضافة إلى مدة إضافية لرئيس الحكومة وقد أشار هذا البيان إلى أن هذه الأنبالة صحة لها على الإطلاق مضيفا إلى أنه سوف تقام حاليا بإقليم سناج جمعية عملية تدوين الناخبين وهي استعدادا لخوض الانتخابات التي لا تأجيل فيها والله موفق لسواء الحساب المتحدث الرسمي لحزب كلمية الحاكم سعادة علي جامع محمد افتتح اليوم وزير وزارة البيئة والتنمية الريفية بجمهورية صومالين لاند السيدة شكري حاجي إسماعيل بوندري تدريبا موسع سيستمر لمدة إسبوعين لعدد كبير من موظفي الوزارة والعاملين بمكاتب الأقاليم يهدف هذا التدريب لإطلاع المشاركين فيه على أهمية المراعي الطبيعية وكيفية المحافظة عليها افتتح اليوم وزير وزارة البيئة والتنمية الريفية بجمهورية صومالين لاند السيدة شكري حاجي إسماعيل بوندري تدريبا موسع سيستمر لمدة إسبوعين لعدد كبير من موظفي الوزارة والعاملين بالمكاتب الأقاليم وقد قامت هيئة SPF بتمويل والإشراف على هذا التدريب الذي يهدف إلى إطلاع المشاركين على أهمية المراعي الطبيعية وكيفية المحافظة عليها في بداية تحدث بكلمة مدين قسم التدريبات سعادة عبد الكريم أمر أشار إلى الفوائد العديدة لإنعقاد مثل هذه التدريبات بالوزارة بما يعود بالنفع على الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية والبيئة بشكل عام كما تحدث بكلمة وزير وزارة البيئة والتنمية الريفية أشارت من خلال حديثها إلى أن هذا التدريب ليس الأول من نوعه إنما سبقه تدريبات عديدة كما ناشدت كافة المشاركين بضرورة الاستفادة من الدروس التي سوف تقدم خلال إنعقاد هذا التدريب كما أشارت إلى أن الحفاظ على المرعى الطبيعي والبيئة هي من أولويات والمهام هذه الوزارة كما أشارت أيضا إلى انطلاق اليوم لجانا موسعة سوف تقوم بإجراء جولات متعددة إلى بعض أقاليم البلاد تهدف إلى إطلاع على كيفية حفاظ المواطنين على البيئة الطبيعية وتوعيتهم قام اليوم وزير وزارة العادل والجهاز القضائي بجمهورية صوماليلاند معالي أحمد فارح عضل ري وبرفقته المدعي العام بجمهورية صوماليلاند قاموا بافتتاح دورة تدريبية هدفت لتعليم المشاركين كيفية استعمال الأساليب الصحيحة في جمع المعلومات والبحث العلمي قام اليوم وزير وزارة العادل والجهاز القضائي بجمهورية صوماليلاند معالي أحمد فارح عضل ري وبرفقته المدعي العام بجمهورية صوماليلاند وعدد آخر من المسؤولين قاموا بافتتاح دورة تدريبية هدفت هذه الدورة التي ستستمر لمدة يومين في كيفية استعمال الأساليب الصحيحة في جمع المعلومات والبحث العلمي شارك في هذه المناسبة عدد كبير من العاملين بوزارة العادل والجهاز القضائي ومكتب المدعي العام بجمهورية صوماليلاند وقوات الإصلاح والتأهيل تحدث في بداية هذه المناسبة مسؤولي جمعية تطوير العدالة ومنذوب هيئة يو ان دي بي عشاروا من خلال حديثهم إلى الأهمية والفائدة الكبيرة التي تجنيها الوزارة والعاملين فيها والعاملين بالجهاز القضائي بعد تطوير أساليب جمع المعلومات والبحث العلمي هذا وتحدث خلال هذه المناسبة أيضا المدعي العام بجمهورية صوماليلاند سعادة أحمد حسن آدم أشار من خلال حديثي إلى أهمية هذه الدورة التدريبية وأيضا إلى أهمية المعلومات واستخدام الأساليب العصرية والحديثة في جمعها مما يساعد العاملين في مجال العدالة بالاستفادة منها لاحقا هذا وتحدث وزير وزارة العادل والجهاز القضائي معالي أحمد فارح عذري أشار من خلال حديثه إلى أهمية هذه الدورة التدريبية كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية أعزان المشاهدين كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة وحتى نلقاكم في نشراتنا القادمة تقبلوا تحياتي أنا فردوس حسن ومن فريق العمل ودمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة